السلام عليكم اليوم رجلنا لكم مع شوية افكار يعني خفيفات وبسطات وان شاء الله انها تعجبكم لكن قبل ما نبدأ فيهم بنحكي للناس اللي بتشوفنا لأول مرة انه بتقدر تشترك معنا في القناة علشان دايما يصلك جديد قناة التمايز وخلينا نبدأ معكم في اول فكرة اول شي بلزمنا واحدة من الاغطية الخاصة في العلب البيبسي لبلاستيك وكمان عنا سلكين كهرباء طبعا اي سلكين موجودات عندك في البيت طبعا الطول مش مهم زائد كمان بلزمنا يكون في عنا قد احا وببساطة يعني اللي ممكن نستفيده من هذا الفيديو انه مرات بكون عنا في البيت مثلا سلك كهرباء معرة يعني مش معزول او مثلا نكون حابين نوصل سلكين كهرباء مع بعض عشان نطول السلك ونستخدمه باي استخدام تاني وبعدين اكتشفت انه ما عندك تب علشان تلف على السلك وتعزله وكنت مضطر انك تستخدم هذا السلك فشو ممكن انت تتصرف في هيك موقف والحل بكل بساطة انه راح نجيب غطة البيبسي زي ما احنا شايفين قدامنا طبعا يعني بفضل انك تمسكوا باي اشي مثل كماشة علشان يعني يعني تحمي ايدك من الحرارة وراح نجيب القداحة وراح نولع على الغطة زي ما احنا شايفين قدامنا تستنى شوي عليها عبن ما يعني تولع كويس وبعدين راح نجيب سلك الكهرباء المنطقة يعني اللي بنا نعزلها واللفة على البلاستيك زي ما احنا شايفين على الغطة طبعا راح تصير عندك المنطقة هاي معزولة بالكامل وزي ما تشايفين هيك قدرنا نعمل عزل للسلك بالكامل عن طريق البلاستيك وبدون ما يكون في عندنا تب طبعا دايما لازم تتأكد انه شغلك ايجا يعني مية في المية وما في عندك اي منطقة مكشوفة من السلك والروح مباشرة على الفكرة الثانية واللي راح نستخدم فيها عبوات البيبسي او حتى عبوات الكولا طبعا اللي بيمنه هون انه كل ما كانت العبوة الها لون اكيد يعني راح تكون معك نتائج احلى واجمل ليش لانه احنا راح نستخدمهم في عمل اضاءة حلوة ومرتبة ومن موبايلك راح تروح وتشغل الفلاش اللي موجود عندك على الموبايل طبعا بعد ما تشغل الفلاش بتقدر تروح تحط الموبايل في اي غرفة معتمة وبعد هيك راح تجيب العبوة وتحطها فوق الفلاش راح تعطيك منظر كثير حلو وكثير مميز بتقدر زي ما حاكينا تستخدم الالوان الخاصة في العبوات سوان كانت احمر او اخضر راح تصل على انارة حلوة ومرتبة ومن الاضاءة راح نروح مباشرة على مشابك الورق اللي احنا شايفينها اللي هي المشابك السود اللي منستخدمها في تثبيت الاوراق والاحلا من هيك ان هاي المشابك في الها استخدامات كثير حلو وكثير مميزة وعملنا عليها فيديو راح ضيفلكم الرابط للناس اللي ما شافته في الوصف طبعا احنا هون راح نستخدمها مع اللي هو سلك السماعات اللي دايما بتدخل معنا الاسلاك كلها في بعض بتعمل لنا مشكلة لما نجي نستخدم السماعات بكل بساطة راح نضيف سلك السماعات داخل المشبك زي ما احنا شايفين وراح نلف السلك على الاطراف الخاصة في المشبك وبصراح هي طريقة حلوة بتسهل عليك استخدام سماعات الموبايل ولهون اخواني مكونوا صنعا لنهاية الفيديو نشوفوا ان شاء الله فيديو جديد في امالنا